ترأست وزيرة التقطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رنيا المشاط الاجتماع الأول للجنة الوزارية للريادة الأعمال وأشرت المشاط خلال الاجتماع إلى أن القرار التأسي للمجموعة الوزارية يعكس الاهتمام الحكومي بدعم مجتمع ريادة الأعمال وأكدت سعي المجموعة للعمل المكثف من أجل توفير كامل الدعم لهذا القطاع الحيوي وتحقيق تطلعات مجتمع ريادة الأعمال بكافة عناصره من شركات ناشئة ومستثمرين وجهات داعمة وتوحيد للجهود في ظل تعدد المبادرات والبرامج التي تقوم بتنفيذها الجهات الوطنية لتنمية الابتكار وتوفير الدعم لتلك الشركة شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن خطيف في مؤتمر مشاركة القطاع الخاص والذي نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة وقال وزير الاستثمار إن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للابتكار والنمو الاقتصادي وأشار إلى تأكيد الحكومة الأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمحرك رئيسي لنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة حيث تسعى الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات التنظيمية وخلق بيئة استثمارية في سوق المال أنات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين في ممال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تدولات بلغت خمسة وستة من عشر مليار جنيه وربح فيها رأس المال السوقي ثمانية وعشرين مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي اكت ثيرتي بنسبة واحد وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى واحد وثلاثين ألف وثمانية وتسعة عشرة نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي اكت ثيرتي متساوي الأوزان بما نسبة ثمانية وثلاثين مئة بالمئة ليصل ويغلق عند مستوى سبعة تلاف وخمسمائة واحد وسبعين نقطة وصعب مؤشر إي جي اكت ثيرتي متساوي الأوزان بنسبة واحد واربعين مئة بالمئة ليغلق عند مستوى عشرة ألف وثمانية وثمانين وعشرين نقطة وصلت أسعار النفط مكاسبها مدفوعة بمخاوف من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط وتعطل محتمل للصادرات في المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط ارتفعت العقود الأجلة لخام بيرنتي بواحد وثلاثة من عشرة دولار أي واحد وسبع من عشرة بالمئة تصل إلى تسعة وسبعين دولار وخمسة وثلاثين سنة للبرميل وقفزت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي واحد واربع من عشرة دولار أو واحد وتسعة من عشرة بالمئة لخمسة وسبعين دولار وثمانية وسبعين سنة للبرميل انتهت الجولة الاقتصادية مشاهدي الكرام لكن أخبار التاسعة ما زالت مستمرة ونعود لاستكمال ما تبقى فيها مع أدى إبراهيم ودينة فكري شكرا